لسنا بحاجة لمناقشته لنقول هل نقوم بدعم هذه المجموعات أو أي مجموعات لطالما عرفت سلطة الأسد بقبضتها الأمنية وانتهاكاتها في سوريا وكانت هي أداة الإجرام بيد الأسد حين تصدت للمظاهرات السلمية بالرصاص الحي والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري القبضة التي طالت لفترة طويلة العسكريين والمدنيين على حد سوى الميليشيات التي شكلتها سلطة الأسد في بداية حربها على السوريين أو تلك التي جلبتها من خارج سوريا بدأت اليوم بالخروج عن سيطرتها في أكثر من بقعة من سوريا مدينة الرسن بريف حمص شهدت اشتباكات بين مجموعة تابعة لميليشيا التدخل السريع التابعة لإيران وأخرى تابعة للدفاع الوطني بعد مداهمة قياديا في الميليشيا التابعة لإيران ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة عدد من عناصر الميليشيات حسب ما أورد مراسل حلب اليوم مؤكدا أن القوات الأمنية التابعة لسلطة الأسد لم تتدخل لفض النزاع إلا بعد ساعات من توقف الاشتباكات شرقية سوريا شهدت اشتباكات أيضا آخرها كان بين ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة على حدود بادية دير الزور عندما منع حاجز يتبع للفرقة الرابعة مجموعة سيارات تتبع للدفاع الوطني من العبور إلى البادية بهدف جمع الكماء أصيب في الاشتباكات ثلاثة عناصر من الدفاع الوطني وآخرون من حاجز الفرقة الرابعة وفق شبكات محلية بهذه الاشتباكات وارتفاع حدة التوتر بين الميليشيات التابعة لسلطة الأسد أو العاملة في مناطق سيطرتها تعطي مؤشرا على انفلاتها من قبضة الأسد الأمنية وربما تشكل في وقت لاحق تراجعا أمنيا عاما يكمل حالة الفساد الذي تعيشه مؤسسات الأسد امروز بالميرا مقاومة فاطميون را در تاريخ سبت نمود